من جدد صباحنا على حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر مبارح كلنا تابعنا الانتخابات الامريكية وفوز دونالد ترامب يعود مرة اخرى الى البيت الابيض اعلن فوزه بانتخابات الرئاسة الامريكية اللي كانت يعني بتنفسه فيها كامالا هاريس نائبة الرئيس الامريكي جو بايدن ومرشحة الحزب الديمقراطي ترامب قال واعلن ان هذا الفوز لم ترى الولايات المتحدة الامريكية مثيلا له من قبل قدم الشكر للشعب الامريكي طبعا على ثقته وعلى انتخابه وانه نال هذا الشرف بانتخابه رئيس جديد للولايات المتحدة الامريكية مفروض يتقلد المنصب معه بدايات شهر يناير 2025 طبعا اسئلة كثيرة جدا حول فوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة الامريكية بالفعل يا محمد يعني طبعا عايزين تفاصيل اكتر عن انتخابات الرئاسية الامريكية والتفاصيل هل هذا الفوز كان متوقع ولا كان الداخل الامريكي متوقع فوز كاميلا هاريس وبالفعل ترامب كمان يعني فاز بفرق كبير جدا ما بين وما بين كاميلا هاريس ده يمكن طلعات الرأي كلها ما كانتش بترجح ده كان بالعكس بيقولوا ان ممكن كاميلا هاريس هي اللي تفوز والرهان كان كمان على الولايات المتأرجحة لكن الولايات المتأرجحة كانت حاسمة بالفعل لصالح ترامب مبارح خلونا نرحب بالدكتور حسن سلامة استاذ العلوم اساسية بجامعة القاهرة الإجابة طبعا على العديد من التساؤلات اللي يمكن الناس كلها بتسألها الانتخابات الامريكية بالامس كان فيها مشهد يمكن هنقول عكس كل التوقعات نحن كان ناس كتير قوي متوقعة فوز كاميلا هاريس استطلاعات الرأي كل الصحف والمواقع الأجنبية الناس في الشارع لما كنت بتسألها في الداخل الامريكي هتنتخب منك بيقولوا كاميلا هاريس وخلاص كانوا حاسيني النتيجة محسومة لكن الانتخابات بالامس قلبت كل الموازين والمقييس بفوز ترامب صبعا الخير سيدة دينا صبعا الخير محمد طبعا اللي حديث بتقولي يعني ده صحيح انه يمكن كان فيه حالة من حالات المفاجأة لانه الناس كلها شبه كانت مؤهلة مع استطلاعات الرأي انه يا إما كاميلا هاريس هي اللي هتفوز يا إما على أقصى تقدير ان يبقى فيه تعادل بين بالضبط تعادل حتى بينهم ويحالي الأمر للمؤسسات للكونجرس مجلس النواب يختار الرئيس ومجلس الشيوف يختار النائب لكن اللي حاصل انه ترامب اكتسح اكتساحا شديدا جدا حصل على 277 صوت يعني تجاوز الحد المطلوب بسبع أصوات فيه فيما يعرف بالناخبين الكبار يعني اللي هو المجمع الانتخابي والأكتر من كده انه اكتسح كمان الكونجرس بمجلسه اللي هو مجلس النواب ومجلس الشيوف واكتسح أيضا السلطة القضائية اللي هي مكونة من سبعة خضاء محافظين اذا اصبح ترامب يمتلك سلطة مطلقة يعني اي تشريع او اي قرار او اي سياسة يريد تنفذها لن تجد عائقة لانه ما فيش حد هيقاوم هذا الامر طيب المسألة دي حصلت فجأة لا الحقيقة لم تحدث فجأة لانه استطلاعات الرأي ربما كانت تشير الى شيء وهنا يمكن نعيد التذكير بخبرة 2016 هيلاري كلينتون كانت كل الاستطلاعات بتقول ان هي هتفوز في حين انه كان ترامب هو اللي فاز عندنا قضايا داخلية هي اللي بتأثر على سلوك الناخب الامريكي يعني الناس كتير قوي تقول السياسة الخارجية اصبحت يعني عامل مهم لا الحقيقة الناخب الامريكي وسلوكه التصويته هو مرتبط بدرجة كبيرة جدا بالقضايا الداخلية وترامب لعب على قضيتين اساسيتين حياتيتين بالنسبة للناخب الامريكي زي ما حضركم تعلموا قضية الاقتصاد وقضية الهجرة غير الشرعية قال ان هو شاطر جدا في الاقتصاد ودحائيه لانه فترة رئاسته كان فيه نمو اقتصادي امريكي وثبات الاقتصاد الامريكي ويعطى فرصة للشركات الامريكية على حساب شركات اخرى اجنبية خصوصا الشركات الصينية وفي نفس الوقت قال ان هو حيمنع الهجرة غير الشرعية اللي هي اثرت على الناخب الامريكي من خلال فرص العمل البطالة زادت فرص العمل بقت اقل وبالتالي الناخب الامريكي هنا اصبح يعطي صوته لمن يحقق له رخاء داخلي طيب فيه سبب اخر بقى الحقيقة وده سبب مرتبط بالحزب الديمقراطي ذاته سبب مرتبط بالحزب الديمقراطي ذاته حضراتكم تتذكروا انه كان الرئيس بايدن هو المرشح تالحزب الديمقراطي وفجأة انسحب من السباق ثم ظهرت كاملة هاريس متجاوزة كل القواعد المؤسسية الموجودة داخل الحزب الديمقراطي يعني ايه كان المفروض انه هاريس تمر بما يسمى الانتخابات التمهيدي سحق يحصل احتيار وتواصل وانتخاب لشخص فجأة الناخب وجد دكتور محمد هاريس قدامه فكأن هذا بمثابة تصويت عقابي لرفض الناخب الامريكي تجاوز المؤسسية الموجودة داخل الحزب الديمقراطي وده يخلينا ننظر الى المسألة من زاوية تانية ان الحزب الديمقراطي ذاته يحتاج الى اعادة هيكلة واعادة النظر في اوضاعه الداخلية خلال السنوات الاربع القادمة وترامب اصبح واقعا كل العالم النهاردة بيبص يا ترى ترامب حيعمل ايه في كثير من القضايا او الميراس اللي حترك له بايدن يعني طبعا الداخل كما ذكرت فيه القضايا الداخلية واللي بتهم المواطن الامريكي في سلوكه التصويت الخارج لانه الانتخابات الامريكية ليست شأنا داخليا هو شأن يهتم بالعالم كله صناع القرار حتى الشارع العربي كان مهتم بيتابع الدراما السياسية عبر الشاشات مين اللي هيكسب ترامب ام كاملا هارس سؤالي لحضرتك اذا تحدثت عن الملفات اللي بتهمنا بشكل مباشر وفي مقدمة هذه الملفات الحرب الدائرة الان على قطاع غزة المخاوف من حرب اقليمية يوم بعد يوم اخر بنظر هذه الحرب بتلوح في الافق ترامب ما الذي يمكن ان يفعله في هذا الملف الساخن الان الحرب الدائرة في قطاع غزة طيب احنا عندنا اعتبارين علشان نرد على سؤال حضرتك الاعتبار الاولاني هو السمات الشخصية للرئيس ترامب تمام ومعروف ان هو بينتهج دبلوماسية غير تقليدية ودبلوماسية يعني فيها قدر من المفاجآت شوية الحاجة التانية خبرة ترامب كرجل اعمال تخلي المسألة اقرب الى الصفقات التجارية فكرة التسويات لبؤر التوتر الموجودة ويمكن حضرتك محمد تستشف ده من كلامه لما قال انه يعتزم انهاء الحرب في غزة وفي لبنان طيب حينهيها بانهي طريق لابد ان تأتي المسألة عبر تسوية صفقة سياسية اقتصادية لن يعني تضم غزة ولبنان فقط ولكنها قد تضم المنطقة بأسرها بما فيها دول الجوار الاقليمي اللي حباك بتتكلم عنها اللي هي ايران ومواجهة التمدد الايراني داخل المنطقة بخلاف صفقة القرن بشكل جديد وليته الاولى اوليته السابقة كان بيروج خلال هذه الولاية ليه صفقة القرن دي صفقة قرن جديدة بالزبط جدا تقدر تقول حياتك انها صفقة قرن جديدة انه ده اللي بيتقنه ترامب وخلي بالك انه هذه الصفقة معناها ايه؟ معناها اخذ وعطاء هو مش هيدي الا ما هياخد يعني بالتأكيد الكتلة العربية بتاعتنا ومنطقتنا تحتاج ان تضع سيناريوهات وحقول لحضرتك نحط تحت كلمة استباقية خمسين خط لا ننتظر ان نكون ردود افعال يعني حضرتك بتسألني ومن مبارح وسائل الاعلام بتسأل الناس كلها هو ترامب هيعمل ايه؟ طب احنا هنعمل ايه؟ هو السؤال الاصح احنا هنعمل ايه؟ مش ترامب اللي هيعمل ايه؟ لماذا ننتظر ان نكون دائما ردود افعال اه الولايات المتحدة دولة كبيرة قطب كبير تحتكر المشهد العالمي سياسيا وقتصاديا وعسكريا كل ده معترف به لكن انت عندك كمان كتلة عربية لديها موارد وادوات ضغط تستطيع ان تستثمرها وان تكون فاعلا بدلا من ان تكون مفعولا به احنا منتظرين ان ترامب يحللنا قضية الصراع العربي الاسرائيلي عن طريق الضغط على نتنياهو هل حضرتك تتوقعي ان ترامب يضغط على نتنياهو علشان يوقف هذه الحرب؟ طيب هيضغط عليه ليوقف الحرب لازم هيحصل على مكاسب نتنياهو هيحصل على مكاسب المكاسب هي الابتعاد تماما ده من وجهة نظري الابتعاد تماما عن فكرة حل الدولتين فكرة حل الدولتين دي ليست موجودة على اجندة ترامب نهائي لم يكن مؤمن بها بالضبط لن تكون موجودة على اجندة ترامب اذا المخاوف تزداد وحتى في سلوكه السياسي القدس اعتراف بالقدس نقل السفارة واعتراف بالسيادة المزعومة على البلان العمل اجراء على الارض فعلي لا يحدث بالتريح ما حصلش عصان كده نتنياهو يقيم الافراح وده يتواكب مع اقالة جالنت وزير الدفاع الاسرائيلي لانه معناه انه نتنياهو خلال الفترة اللي جاء يلغيط على الاقل مستمر في العدوان سواء في القطاع او في لبنان لانه مستحيل هيقدم هدية لادارة بايدن المغادرة بانه يوقف القتال مستحيل ده يحصل اذا القتال مستمر احنا كنا بنقول ويمكن كنت مع حضرتك قبل كده انه المسألة هتستمر حتى الانتخابات الامريكية لا ما بعد الانتخابات الامريكية حتى تتولى الادارة الجديدة بس هو يمكن بعد الانتهاء في الاعلان عن الفوز والمؤتمر الصحفي اللي عمله بعد الفوز كان بيتحدث ان هو هيبدأ يحلل مشكلة غزة وهل كمان طبعا الافراج عن المحتجزين وغيرها لم يتحدث عن امور خاصة بدعم ضد دولة اخرى كمان هو تحدث عن امور خاصة بالداخل الامريكي بشكل كبير ان هو بيعتبر امريكا الان محتلة من المهاجرين من غير الشرعيين فهو يجب التخلص من المهاجرين التحدث عن علاقاته بالصين ودي شيء مهم جدا في التوازنات والمصالح الخاصة بالدول العربية ايضا والمنطقة والصراع الخاص ما بين امريكا واسرائيل الامريكا والصين وخاصة ان ده بيأثر بشكل كبير على الدول العربية والمنطقة بحسب خلينا نميز يا سيدنا ما بين حكتين ما بين موضوعات اساسية قد نعتبرها ثوابت زي مثلا الحرب الروسية الاوكرانية العلاقة مع الصين التعامل مع ايران وبين كثير جدا من الكلام المرسل اللي بيقوله الرئيس المنتخب ترامب وما ينفزوش يعني هو بيتكلم كتير جدا لكن التنفيذ بيبقى اقل تمام الحاجة التانية الحقيقة انه دي اخر اربع سنوات يستطيع ان يكون فيها ترامب رئيسا يعني ايه يعني هو ليس تحت ضغط استقطاب ناخبين جدد لفترة يعمل اللي هو عاوزه يعمل اللي هو عاوزه يعمل اللي هو عاوزه بقى هو مش محتاج اربع سنين جايين وبالتالي مضطر ان هو يرضي سواء الداخل او يرضي الخارج لا يعمل اللي هو عاوزه اه حيبقى في حدود حيبقى في قواعد حيبقى في ضوابط لانك بتتكلمي على مؤسسية لكن في نفس الوقت انت عندك مساحة من حرية الحركة خصوصا ان هو مسيطر على كل المؤسسات الاخرى اذا التوقع لازم يكون توقع تصعيدي ان هو ممكن يعمل حاجة انت مش منتظرها علشان كده حنرجع لنفس النقطة تمام يا ترى السيناريوهات بتاعت منطقتنا وده اللي همنا الحقيقة سيناريوهات منطقتنا هتكون ايه احنا عندنا في يوم 11 شهر ده قمة عربية اسلامية مفترض انها هتعقد في الرياض يعني يا ترى حيبقى على جدول اعمالها سيناريوهات التحرك بعد نتائج الانتخابات الامريكية احنا بنتكلم النهاردة ونحن يوم 7 مثلا ولا 8 تمام المهم الموقف عربي اسلامي موحد ومتصق كمان فيما يخص القضايا الاقليمية وانت عندك بؤر كتير يا دكتور محمد محتاج ان انت تسويها بس تسويها بما يضمن لك امنك العربي اذا انتقلنا في السياسة الخارجية الامريكية طبعا موضوع طرح حتى في المناظرات الرئاسية ما بين دونالد ترامب وكاملة هاريس الازمة الروسية الاوكرانية وبتحتل نصيب كبير ايضا في السياسة الخارجية الامريكية الان موقف ترامب الان بعد وصوله الى البيت الابيض واعادة انتخابه مرة اخرى من الازمة الروسية الاوكرانية لانه الوعود حتى لم تكن قطعة خلال الحملات الانتخابية لكلا المرشحين فيما يخص باقاف الحرب الروسية الاوكرانية تعرف فيه عبارة كده بتتقال من امبارح دكتور محمد على الازمة الروسية الاوكرانية وفوز ترامب بتقول ايه انه بوتين حقق بفوز ترامب نصف نصر نصف نصر على اوكرانيا وكان داعم ليه في الانتخابات الاولى بالضبط كده يبقى ايضا مفهوم تماما انه حتى ترامب كان بيقول انا هنهي هذا الكلام وحقوقف الدعم اللي بتعطي الولايات المتحدة بلا حدود لاوكرانيا هو بيقول هذا الكلام ليه لانه كان يغازل الناخب الامريكي في الداخل لانه كل هذه الامور اثرت على الاوضاع الاقتصادية الدعم المالي والعسكري حتى الاوكرانيا او اسرائيل اللي بيؤثر على الداخل الامريكي لدرجة انه لو وسعنا الدنيا شوية هتلاقيه بيتكلم مع الناتو انه النفقات اللي بتدفع لابد ان تزيد مقابل الحماية تمام اذا المسألة برضو هتأخذ شكل الصفقة هل الدعم اللامحدود اللي كانت بتعطي ادارة بايدن الاوكرانيا باعتبارها واحدة الديمقراطية اللي هاجم عليها بوتين هيستمر ولا لا انا اتصور المسألة هتتراجع بدرجة كبيرة جدا علشان الداخل الامريكي وده يمكن يصل الى تسوية ما بين بوتين وما بين زيلينيسكي قد لا تكون مرضية لاوكرانيا خلينا انتقل الملف مهم جدا هو الملف النووي الايراني ويمكن ترامب كان بيتابع او بيمارس على ايران سياسة الضغط الاقصى زي ما بنقول وقت ولايته السابقة لحكم الولايات المتحدة الامريكية المتوقع هيكون تعمله ازاي مع الملف الايراني الان السؤال مهم الحقيقة لان الناس كلها متوقعة يا سوزا دينا ان امريكا هتهجم على ايران وتضرب مع اسرائيل المفاعل النووي الايراني هذا الكلام قاصر تماما عن الفهم لانه مستحيل ان الولايات المتحدة تتورط في مثل هذا الامر الحكاية كلها نحلقصها لك في كلمة واحدة مسرحية ابطالها ايران واسرائيل والولايات المتحدة ونحن المتابعين لها متفرجون هو كمان يعني اسرائيل بتتخذ ايران كفزعة للداخل للمجتمع والولايات المتحدة بتستخدم هذا الكلام برضو كسنوات بس اللي تحت الترابيزة انا اسف مختلف تماما لايران دائما تتبع سياسة حافة الهاوية زي ما بقول دائما تطلعنا لغاية قمة الجبل وبعدين تنزل تعمل البلونة لغاية اخر مدى موقع خلاص البلونة حتفرقع يا جماعة واين تقوم تسحب تاني هذه البلونة عشان تحقق اكبر مكاسب ممكنة والولايات المتحدة فهمة ده وبتتعامل على هذا الاسف قعدنا كذا ليه لابننتظر الرد الايران قعد قد ايه كل اللي حاصل ايه احنا بنضرب بومب مع بعض يعني سوري يعني انا اسف تمام احنا بنضرب بومب فعلا مش داء المواجهة المتوقعة ما بين دولتين تمتلكاني قدرات نووية مستحيل المسألة هتاخد برضو شكل الصفقة لانه برنامج سلمي ليران عايزة تستمر فيه رفع الحظر على الارصدة الايرانية وتجمدها تمام مطلوب انه هو يرفع من الولايات المتحدة مزيد من الاندماج في المنطقة العربية والتمدد الايراني ولحظة حضرتك التقارب اللي حاصل ما بين ايران ومن المملكة العربية السعودية والزيارات اللي ام بيها وزير الخرية الايراني لعدة دول محاولة لإيجاد نفوذ ايراني جديد في المنطقة لن يتم الا بموافقة الولايات المتحدة الامريكية في اقل من دقيقة العلاقة ما بين الولايات المتحدة الامريكية والصين عملاق اقتصادي وكان حتى في فترة الولاية الاولى لترامب كان فيه من أكبر القوة الاقتصادية في العالم شكل العلاقة دي تكون عاماً أظن أن التنافس سيظل موجودة لأن التقديرات تشير إلى أن في 2040 ستبقى الصين هي أقوى اقتصاد في العالم والاقتصاد هو الذي يحرك السياسة ويحرك ملفات الأمن القومي العالمي وقضايا الأمن وبالتالي التنافس والتوتر سيكون هو سيد الموقف صحيح أنا سعيدة جداً بالقاح لكن النهاردة يمكن أن ألقنا الدوع العدد من النقاط الهمة جداً لكنا نتكلم عليها لكن من أبرز النقاط اللي حديك قلتها نحن يكون لنا رد فعل استباقي ليس ننتظر ماذا سيفعل معنا ترامب للمنطقة العربية يكون لنا رد بإذن الله يعني رد حديك لشايفه إيه الخطوة الاستباقية اللي نحن نقدر نعمل أن أنت تحطي أجندة عمل أنت عندك موضوعات أنك تبقي منخارطة في قضايا الأمن وهيكلة النظام العالمي كله يا سيدنا أني عندك استراتيجية وقاليات تنفيذ واضحة لا تنتظر أن يضع لك الآخرون لأنه سيحط حسب مصلحته نحن نبص المصلحتنا ونضع وهو يعلنها في شكل وباشر مش لازم مصر كمان كتلة العربية مصر هي القائدة مصر هي الدولة التي تقود هذا الكلام وتطرح استراتيجيات والعرب كلهم بيسيروا في هذا الإطار أنا أتصور أن نضع استراتيجية باستخدام مواردنا وهي كثيرة واستخدام أدوات ضغط وهي كثيرة أيضاً لابد أن تكون هناك إرادة حقيقية لتنفيذ صحيح أنا بشكر حضاك شكراً جزيلاً نورتنا دكتور حسن سلام أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة نورتنا شكراً جداً على الحوار الممتعب شرفتنا ونورتنا دكتور حسن